مساء الخير اللعنة في لبنان وفك المرصود في سوريا فعقدة دارية حلت عقدة اللسان في جناف وباتت موسكو وواشنطن على بعد خطوة من بلورة نص اتفاقية شاملة حول سوريا تسارع الأحداث في الميدان يسير على خط موازن مع المتغيرات السياسية وبشهادة كبير مفاوضي المعارضة سقطت دارية وبسقوطها انتهت ثورتنا عادت دارية الى كنف النظام وغادر المسلحون وعائلاتهم الى مراكز ايواء في ادلب دارية المدينة التي ادت دورا مفصليا في عمر الازمة السورية شكلت اليوم نقلة مفصيلية في المشهد السوري وعلى هذا المسرح وقف اللاعبان الدوليان جون كاري وسيرجي لافروف ليعلنا وثيقة ستعرض على الرأي العام العالمي في وقت قريب توزع الثنائي الادوار في تكثيف الاتصالات الثنائية بهدف عرض الوثيقة التي تضمنت في احد بنودها وقف اطلاق النار في جميع انحاء سوريا الوثيقة قرئت من هذا العنوان الاهم اذ ان الثنائية الروسي والامريكي اختصر تمثيل الفصائل المسلحة والمعارضة والنظام وناب قولا وفعلا عن انظمة كالسعودية وتركيا وايران وقطر ومعها الاتحاد الاوروبي وهي دول سلحت ودربت ومولت واستقطبت ارهابيين الى ارض الجهاد الاكبر في سوريا والثنائي نفسه قرر واتفق وفصل حلا سياسيا بمقاس عالمي للازمة السورية اذ سقط الحل العسكري من الاجندة والمساعدات ستسلك طريقها الى الارض المنكوبة والاهم من كل ما تقدم تصدير جون كاري مذكرة جلب الى جناف تمسك بأيدي الطرفين الى طاولة المفاوضات السويسرية ولسوريا سلام آت بالارادة الدولية ذاتها التي اطلقت اشارة السبق الاولى في اعلان الحرب ووسط هذا المشهد ظهر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمظهر الضحية بعدما ادى طوال سنوات دور الجلاد وعند جسر السلطان سليم اقتنس سلطان زمانه المتغيرات المتسارعة واستدار في مكانه قائلا ان الامريكيين والعرب ورطوه في الجحيم السورية وهي استدارة اين منها الاستدارات الجملتية اشتركوا في القناة